اشتركوا في القناة في السوري رسالة تضامن من الرئيس المصري والاسد يؤكد ان تحسين العلاقات بشكل ثنائي هو الاساس لتحسين الوضع العرب الاحتلال يشدد حصاره على مدينة نابلوس والمستوطنون يحولون حوار الى ساحة حرب لافروف يؤكد ان روسيا تمكنت من احباط الخطط الغربية لتفكيكها وعزلها ومدفده يربط مصير العالم بامن بلاده الامم المتحدة تطلق حملة لجمع 4 مليارات و300 مليون دولار لمساعدة 17 مليون يمني وفي الظاهرة موجز اقتصادي مع عبدالله ظاهر عبدالله مرحبا شكرا احمد في اقتصاد الظاهرة لليوم اضربات اوروبا تتواصل الغاء رحلات جوية في المانيا ومعلمو البرتغال يحتجون على الاوضاع الاقتصادية الصعبة ويطالبون برفع الاجور هذه العنوين السياسية والاقتصادية والرياضية نتابعها في النشرة ونبدأ بالملفات السياسية اذا نقل وزير الخارجية المصري سامح شكري الى الرئيس السوري بشار الاسد خلال لقائه به اليوم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي اكد فيها تضامن مصر مع سوريا واستعدادها لمواصلة دعم السوريين في مواجهة اثار الزلزال بدوره شكر الرئيس الاسد مصر لما قدمته من مساعدات لدعم جهود الحكومة السورية في اغاثة المتضررين من الزلزال واكد ان سوريا حريصة على العلاقات التي تربطها مع مصر ورأى الاسد ان العمل لتحسين العلاقات بين الدول العربية بشكل ثنائي هو الاساس لتحسين الوضع العربي بشكل عام هي مصر العائدة الى سوريا بعد سنوات الحرب والمصافحة بين وزيري خارجية البلدين انتظرت عشرين يوما بعد الزلزال الذي ضرب سوريا ومهد لاسقاط حاجز منع عودة التواصل بين البلدين على هذا المستوى بدفع من اطراف عربية وغربية تربط بين الشعبين العلاقات راصخة وقوية ومتمازجة ونعمل دائما على التضامن والعمل على مواجهة التحديات التي تواجه الشعب السوري كان لقيادة مصر ولشعب مصر دورا كبيرا في مواجهة النتائج الكارثية للزلزال وزير الخارجية المصري الذي نقل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الى الرئيس الاسد لم يوفر فرصة في اللقاءات التي اجراها في دماشق للإفصاح عن عمق العلاقة بين البلدين ومواساة الشعب السوري في مصابه شرفت صباح اليوم بلقاء ست رئيس بشار الاسد لانقل الى فخامته رسالة فخامة الرئيس السيسي بالتضامن والمواساة مع الشعب السوري الشقيق واستعداد الاستمرار تقديم ما نستطيع من دعم لمواجهة الأثار الزلزال التعاطف الواسع مع سوريا في محنة الزلزال دفع بكثير من الدول العربية نحو دماشق وتدخل القاهرة اليوم على الخط وان كانت تبدو خارج الحسابات السياسية حاليا مع مراهنة لا لبس فيها على ضرورة عدم استمرار الوضع في سوريا على ما هو عليه وهو ما بات حاجة عربية وسوريا عودة الاتصالات العربية مع دماشق وان لم تتحول الى موقف عربي عام لكنها تؤشر الى ان الكثير قد تبدل في مواقف هذه الدول خلال سنوات الحرب وربما كان المدخل الانساني اسهل الطرق واسرعها لعودة العرب الى سوريا وعودتها الى محيطها العربي ديماناصيف دماشق الميادين وتبقى معنا من دماشق مديرة الميادين ديماناصيف مديرة مكتب الميادين ديماناصيف ديمان اهلا وسهلا بك معنا سواء المواقف ام حتى الرسالة ام البيان الرئاسي كله تحدث عن هذا الموقف المتضامن المصري الانساني مع سوريا لكن ما الذي سيبنى على هذه الزيارة التي تلت زيارة البرلمانات العربية بالامس الى سوريا ما الذي سيبنى عليها للمرحلة المقبلة خاصة اذا ما انطلقنا من كلام الرئيس الاسد نفسه انه تحسين العلاقات بشكل ثنائي هو الاساس لتحسين الوضع العربي نعم استكمالا لما قلته بان تحسين العلاقات بشكل ثنائي هو مقدمة لتحسين الوضع العربي بشكل عام وبان العلاقات الجيدة بين البلدين اي مصر وسوريا هو يحمي ايضا الوضع العربي بشكل عام وهذه اشارة الى المسار التاريخي لهذه البلدين في وضع الاقتار العربية بشكل عام وفي الادوار التي يطلع بها كلا البلدين في كل الملفات العربية وبالتالي هذه الاشارة كانت مهمة جدا من الرئيس الاسد رغم ان الزيارة بشكل عام كانت تحوم طيلة الوقت حول تصريحات بانها ذات بعد انساني وبانها من اجل تقديم التضامن والدعم واستمرار تدفق المساعدات المصرية الى سوريا حتى تتجاوز محنة الزلزال لكن هاتين الاشارتين سياسيا تحملان الكثير من المعاني لجهة موقع سوريا وموقع مصر في قلب الوطن العربي واهمية ان يكون هناك علاقة جيدة بين الطرفين بما يتعلق بالملفات العربية بشكل عام كما كانت في وقت سابق وقبل ان تذهب ربما نستطيع ان نقرأ بين السطور قبل ان تذهب العلاقة الى ما ذهبت اليه خلال سنوات الحرب على سوريا وبالتالي هذا مفتاح ربما يكون الى امكانية الى اي حد يمكن ان يكون هناك تطوير للعلاقات العربية وعودت هذه العلاقات الى طبيعتها والى تضامنها كما كان على الاقل في ملفات اساسية وجوهرية في المنطقة العربية على عكس ما كان في السنوات العشر الاخيرة او ربما لا نبالغ اذا قلنا منذ تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية وكيف ذهبت قرارات هذه الجامعة وكيف تحكم بهذه الجامعة اطراف واستبعد اطراف وتم تجاهل مآسي والحروب في بعض الدول العربية اما فيما يتعلق ببقية الزيارة كانت ذات مضمون انساني كما كان في تصريحات الوزيرين المقداد وشكري وطبعا الوزير المصري يتوجه الى انقرة هي كانت زيارة سريعة لم تتجاوز الساعتين والنصف تقريبا في سوريا لان هناك ايضا محطة اخرى يجب ان يذهب اليها الوزير المصري الى تركيا وطبعا تحت نفس العنوان هو التضامن وتقديم العزاء بضحايا الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا كل الشكر لك ديمان نصيف مديرة مكتب الميادين في دمشق كنت معنا من هناك وبعد زيارته دمشق توجه وزير الخارجية المصري الى تركيا حيث التقى وزير الخارجية التركية مولود شوي شوغلو بولاية اضانا وزارة الخارجية التركية كانت قد اعلنت ان شكري يزور تركيا اليوم لتقديم التعازي والتضامن مع الشعب التركي بعد الزلزال المدمر الوزارة اضافت في بيان ان شكري سيزور اضانا وميناء مرسين حيث ستصل سفينة مساعدات مصرية الى الشعب التركي حول هذه الزيارة ينضم الينا من القاهرة مدير مكتب الميادين محمد ناصر محمد مرحبا حدثنا اكثر عن زيارة وزير الخارجية المصري اليوم الى تركيا ما الرسالة المصرية من خلال زيارة الوزير سامح شكري الى تركيا وهي الزيارة الاولى من نوعها منذ سنوات منذ عشر سنوات تقريبا لا شك ان هذه الزيارة رغم البعد الانساني وانها زيارة تضامن كما تحدث شكري في تركيا عند وصول اليها الا انها لا يمكن ان نخفل البعد السياسي بين البلدين اعتقد ان هذه الزيارة تأتي بعد اتصال مباشر بين كل من الرئيسين اردوغان والسيسي في الدوحة في نهاية العام الماضي وايضا اتصال الهاتف اللي زيارة بين الرجلين عقب الزلزال الذي حدث في تركيا ومن ثم في ان هذه الزيارة هي تمثل مرحلة جديدة في العلاقات بين البعدين واعتقد انها يمكن ان تختصر كثير من المسافات وتقلل الفجوة الزمنية لعودة العلاقات الى طبيعتها وربما نرى قريبا زيارة شاويش اغلو الى القاهرة لاستكبال المباحثات التي تكون قد حدثت اليوم بين وزير الخارجية المصر ونظير التركي اعتقد ان هناك ملفات في غاية الاهمية بين البلدين مصر لديها اهتمامات وشواغر اساسية على رأسها الوجود التركي والميليشياوي في ليبيا ايضا هناك ملف جماعة الاخوان المسلمين ورغم المواقف التي تتخذها الحكومة التركية الان الان مصر لديها العديد من المطالب ايضا تركيا لديها اهداف كثيرة في نعودة العلاقات مع مصر من ابرزها الملف الاقتصادي وانوه هنا الى اجتماع عقلة قبل ثلاثة ايام بين رئيس الوزراء المصري وعشرات من رجال الاعمال الاطراك الذين عقدوا هذا الاجتماع لمناقشة الاستصمارات التركية في مصر ايضا بالاضافة الى الاحتياجات التركية في شرق المتوسط ودور مصر في محاولات التقارب بين تركيا وفي مقوفة تتوقع ان تحدث هذه الزيارة خرقا في مسار العلاقة بين البلدين لسيما بعد الفطور الذي ساد العلاقة بين مصر وتركيا خلال السنوات الماضية بالفعل هذا ما اعتقد ان مرحلة الاتصالات عبر موظفي الخارجية في البلدين ربما يكون قد تم تجاوزها والان بتنا امام زيارات متبدلة بين وزيري خارجية البلدين قد نشاهدها قريبا وربما نفاجأ بزيارة يقوم بها الرئيس المصري الى تركيا او نظيره التركي الى مصر اعتقد ان هناك ملفات هامة لابد من حلها واعتقد ان كل البلدين في حاجة الى الاخر لكن لابد من حالة الازمة بين البلدين عبر اتصالات عالية المستوى وهو ما يحدث الان شكرا لك على كل هذه التفاصيل محمد ناصر مدير مكتب الميادين في القاهرة اعلنت السلطات التركية مقتل شخص واصابة تسعة وستين من جراء الزلزال الذي ضرب مدينة ملاطيا جنوبية البلاد قبل ظهر اليوم المركز الاوروبي المتوسطي اشار الى ان قوة الزلزال بلغت خمسة درجات وسبعة اعشار الدرجة وان الزلزال تسبب في انهيار اثنين وعشرين مبنى اطلق حزب الله القفيلة الثالثة من حملة رحماء المخصص لإرسال مساعدات اغاثية للمتضررين من الزلزال المدمر في سوريا القافلة الثالثة تشمل ستا وعشرين شاحنة محملة بأربعمائة طن من المساعدات الغذائية والصحية والتجهيزات الطبية وهي موجهة الى محافظة حماه بعد ان توجهت القافلتان الاولى والثانية الى اللاذقية وحلب شددت قوات الاحتلال حصارها على محيط مدينة نابلوس حيث منعت الفلسطينيين من فتح المحال التجارية في الشارع الرئيسي ببلدة حوارة لمدة ثلاثة ايام وادت الاعتداءات على نابلوس ليلة الماضية الى ارتقاء الشهيد واصابة اكثر من ثلاثمائة وتسعين شخصا واحرق المستوطنون اكثر من مئة سيارة وخمسة وثلاثين منزلا بالكامل واربعين بشكل جزئي الى جانب تخريب ممتلكات ومنشآت ومرافق عامة ثلاثة من المحل الوصل الشيء غير اللي بدوم عندي هون بتشعال اربعمائة مستوطن بحركوا المحل وبحركوا السيارة للضاو القانونية البيام وبحركوا السيارات الاتحت وبحركوا المكنتينر وبحركوا المخازن وبحركوا المخزن اللي تحت جارها أو دوات كهربائية بحركوا الدار بكسروا الدار ما بيخلوا ولا إيشي بالعكس أخرى صاروا يلموا على الدار كنابل منسل الدماء وشان اللي في كلب هيموتوا وينخنكوا يعني إيشي ضمار ضمار اللي كانوا جايين إيشي حكد حكد معنا من رامالله مراسلة الميادين نسرين سلمي نسرين أهلا وسهلا بك معنا ودنا عارف منك المزيد عن الوضع في نابلوس ماذا عن هذا الحصار إلى أين تتجه الأمور حقيقة ماذا عن التعزيزات والأهم من كل ذلك ماذا عن المواقف المتطرفة التي تظهر ولسيما بن كفير يعني بعض المواقف تحدثت ربما هنا نعرف منك مدى دقتها عن ما قال بن كفير أنه يجب العودة لسياسة الاغتيالات ضد قادة المنظمات وتعزيز الاستيطان وقال أنه اتصل بنتنياهو طلب منه شرعنة بؤرة أفيتار نعم هذا فعل المصال بن جديد خلال تفقد لمسيقة حوالة وعودته إلى مستوطنة أفيتار التي كانت مقامة على زبر صريح في قرية بيت حق المستوطنين العودة إلى هذه المستوطنة وأن على حكومة الاستيطان العودة إلى تياسة الاغتيالات لقادة المقاومة الفلسطنية وقادة التنظيمات طبعا هذا جزء من التصريحات الكثير المسؤولين الإسرائيليين دعوا فيها إلى إحراق حتى قرية فلسطنية مثل ما دعا العودة الكبست المتطرفة من القوى الصهيونية وقال أنه أعجب بما جاء في حواره وأن هذا يجب أن يطبق على مستوطنية القرية الفلسطنية التي تقاوم الاحتلال من خلال إحراقها والاعتداء على المواطنين فيها هذا بالنسبة للتصريحات سموتش قال أيضا أن عمليات الاستطانية يجب أن تتزايد وأنها لن تتلقف ووضع إعجابا على دعوات التي تقالت وطالبت بإحراء القرية الفلسطنية وتنفيذ إحراءات بحق المقاومين الفلسطنية طبعا هذا من ناحية التصريحات على الأرض حوارا لا تزال حتى هذه اللحظة محاصرة بكامل ليست حوارا فحسب وإنما كل القرى المخيطة بها مثل عينبوس وعودلة وبرين وبيت فوري كلها مغلطة بالكامل قوات الاحتلال فرضت حصارا مشددا عليها تسمح فقط لحافلات المستوطنين بالتحرك بحرية فرضت على الأهالي إغلاقا كاملا لمحالهم التجارية لمدة تنكة أيام تمنع المواطنين حتى من التنقل بسياراتهم في المكان إلا عبر الحواجز العكري التي نشدتها بكثافة وعززت من تواجد جنودها في المكان مؤمنة عربة جديدة للمستوطنين في حوارة حيث شهدنا وصول حافلات المستوطنين إلى حوارة حاولوا تبزاز المطرين مجددا حاولوا تبزاز الصحفيين في المكان بعض الصحفيين قالوا لنا أن المستوطنين حاولوا دفهم وهم جنون مقابلات في ولدة حوارة يعني دائموهم وحاول دفهم وهم على رأي وضعتهم جنود بالإحتلال وضع الصحفيين في مكان محدد المستوطنين جاءوا وهجموهم بالسيارات في محاولة لدهسهم في المكان طبعا عمليات التخريب وإحتضاءات لا تقصر فقط على حوارة الآن هناك معلومات تشير إلى أن المستوطنين يقومون بمهاجمة منازل الفلسطينيين في الأغوار الشمالية يقومون بإحراء المركبات الفلسطينيين وأجارهم في نسقة الأغوار أيضا مهاجم السيارات الفلسطينيين ومنازلهم في عين حلوة في سلوان واعتداء عليهم والأهالي هناك بدأوا يناشدون بحضور الصحافة إلى المكان في محاولة لتوفير حماية لهم أو على الأقل توطيق تلك الاعتداءات كل الشكر لك يا زميلة نسرين سلمي مراسلة الميادين كنت معنا عبر الهاتف من رام الله مستويات جديدة من الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين سجلتها مهاجمة مستوطنين بلد تحوار في الضفة الغربية وأحراق ممتلكات الفلسطينيين ومنازلهم فيها يتذلك في ظل تحذير محللين إسرائيليين من انفجار الوضع على الأرض في أي لحظة التقرير لمنال إسماعيل مرة أخرى ينجح الفلسطينيون في اختيار الزمان والمكان المناسبين للرد على الاعتداءات والاقتحامات الوحشية لقوات الجيش الإسرائيلي للمخيمات والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية مع تنفيذ عملية إطلاق نر في حوار في الضفة الغربية أسفرت عن مقتل مستوطنين من على مسافة صفر منذ مطلع العام الحالي وشعور الساد في إسرائيل هو أن عملية تل العملية وفي المحصلة هناك حتى الآن 13 قطيلا إسرائيليا في هذه العمليات وعلى وقع التصريحات والمواقف العنصرية لليمين الإسرائيلي المتطرف التي تدعو إلى قتل الفلسطينيين وأحراق منازلهم هاجم عشرات المستوطنين بلدة حوار في الضفة الغربية واعتدوا على الفلسطينيين وأحرقوا منازلهم وممتلكاتهم عضو الكنيسة سفيغا فوغل من حزب قوة اليهودية قال بعد الأحداث في حوار حوار مغلقة ومحترقة هذا ما أريد رؤيته هكذا فقط نحقق الردع لقد رأيت النتيجة بعين جميلة جدا هذا ما قاله فوغل ساعة طويلة استغرقتها قوات الأمن الإسرائيلية التي غضت الترف بداية عن مهاجمة المستوطنين البلدة للسيطرة على الأوضاع على الأرض والصور التي استفقت عليها حوار تعكس نقطة الغليان الخطرة التي وصلت إليها الأمور في الضفة الغربية اعتداء المستوطنين على حوار هو حدث مهم يجب منع القيام بعمليات من هذا النوع لأنها قد تنقل الوضع على الأرض إلى منطقة أكثر اشتعالا مما هي الآن وفيما أعلن الجيش الإسرائيلي تعزيز القوة على الأرض بمزيد من الكتائب أشار محللون إسرائيليون إلى أن ما حصل يدل على فشل المؤسسة الأمنية والعسكرية في احتواء الأمور وحذروا من أن ما حصل في حوارة قد يؤدي إلى تصعيد صعب وإلى إشعال الضفة وهو السيناريو نفسه الذي سبق للجهات الاستخبارية الإسرائيلية أن حذرت منه أعلن مكتب إعلام الأسرة أن الأسرة يخذون إدرابا عن الطعام ليوم واحد في السجون كافة ضمن الخطوات المتصاعدة لمواجهة القمع بحقهم رئيس جمعية نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس قال أن وزير الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اتمر بن كفير يمارس عملية انتقام وكراهية بحق الأسرة الفلسطينيين في السجون وضف أن سجون الاحتلال تعيش حالا من الغليان واستقلق شديد بسبب تطبيق السلطات الإسرائيلية إجراءات تنكيلية بحق الأسرة الفلسطينيين البيان الختامي للاجتماع الأمني الذي عقد في العقبة الأردنية أكد التزام الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بجميع الاتفاقيات السابقة بينهما لا نشع ضرورة التزام الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بخفض التصعيد وبجميع الاتفاقات السابقة والعمل الفوري لوقف الإجراءات أحادية الجانب لمدة تراوح بين ثلاثة وستة أشهر بحيث تلتزم إسرائيل وقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة أربعة أشهر إضافة إلى وقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة ستة أشهر هي أبرز مخرجات اجتماع العقبة الأمني الذي استضافه الأردن تحت المظلة الأمريكية وبوجود مصري اجتماع نظر إليه المراقبون بعين القلق مؤكدين أن وراء الأكمة ما وراءها جلمة في الأمر أن الوضع بات على قابق وسيني أو أدنى من الانفجار هذا الانفجار قد يطيح بالسلطة هذا الانفجار قد يلقي بكرة النار في الملعب الإسرائيلي هذا الانفجار قد تطاير شراراته إلى الداخل الأردني والمصري والعربي لا أحد يريد مثل هذا الأمر ذات واشنطن الأحزاب الأردنية اليسارية والإسلامية استنكرت عقد الاجتماع على أرض الأردن ورأت في البيان الختامي الذي شمل تأكيد العمل لتحقيق السلام العادل والدائم مجرد ذر للرمادي في العيون هذه القمة الحقيقة تريد وقد الانتفاضة ولا خيار لحماية الأردن كما حماية فلسطين إلا بإسناد هذه المقاومة لأن هذه الحكومة تستهدف الأردن كما تستهدف فلسطين هذه القمة تستهدف محاصرة المقاومة والتديق عليها وبأيدي فلسطينية وهذا ما يسعى له الأمريكان والكيام الصهيوني وللقدس ناصيب في اجتماع العقبة حيث تم تأكيد أهمية الوصاية الهاشمية والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة قولا وعملا من دون تغيير الاجتماع الأمني رفيع المستوى اختتمع أعماله مع وعد بالالتئام مجددا هناك في مصر الشهر المقبل اجتماع يؤكد رافضوه أن مخرجاته مجرد حبر على ورق فلم كان للثقة بإسرائيل لأن تجارب الماضي معها حاضرة ووعودها ستذهب أدراج الرياح كسابقاتها من العهود لانا شهين عمان آل ما يدين وفي مقابل بيان العقبة أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تنياهو استمرار البناء وشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية وفي هذا الإطار كذر رئيس مجلس الأمن القومي سحيها نكبي أن لا تغيير في السياسة الإسرائيلية مشددا على عدم وجود تجميد في بناء المستوطنات أو فرض أي قيود على نشاط الجيش الإسرائيلي على حد تعبيره بدوره قال وزير المالية في حكومة الاحتلال إنه لن يكون هناك تجميد للبناء في المستوطنات ولا حتى ليوم واحد واصفا القمة بغير الضرورية قال قائد قوة القدس في حرس الثورة في إيران العميد اسماعيل قاني إن الاستكبار العالمي قدم للعالم سابقا مقولة أن من يملك أسلحة أكثر هو الذي ينتصر لكن الاستكبار اعترف اليوم بأن من ينتصر هو من يقاوم أكثر وأشار قاني في كلمة له ضمن مراسم مؤتمر شهداء الأعلام المقاوم في طهران إلى أن الشهادة تعبير عن حركة قوية وثابتة في الطريق الصحيح مضيفا أن الشهادة في مجال الأعلام تحمل قيمة مضافة لأنهم ينقلون إلى العالم القيمة والحقائق أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء المشترك للدفاع الجوي في إيران العميد قادر رحيم زاد إطلاق المرحلة الأولى من المناورات التخصصية للدفاع الجوي الإيراني في منتصف ليل الاثنين وهي ستعمل لتقييم المنظومات الدفاعية في مواجهة التهديدات المختلفة المرحلة الأولى والأساسية للمناورات التخصصية المشتركة للدفاع الجوي الإيراني ستنطلق منتصف الليلة على مساحة ثلثي سماء إيران هذه المناورات ستحاكي الهجوم على مواقع عسكرية ونووية حساسة لمعرفة مدى فعالية النقاط الدفاعية عنها والارتقاء بالجاهزية القتالية للوحدات وتعزيز قدرة الردع لمواجهة التهديدات المختلفة كما ستعكس هذه المناورات قوة إيران في مجال الدفاع الجوي ومدى قدرتنا على تأمين أمن مراكزنا الحساسة وحماية كل البلاد حذر القائد العام لقوى الأمن الداخلي في إيران العميد إحمد رضا ردان من أن القوى الأمنية لن تسمح لأي أحد بأن يتجاوز الخطوط الحمر وخلال مراسم للشرطة في محافظة سستان وبلوشستان قال ردان أن العدو يواصل جهوده لضرب الوحدة بين الشعب مشددا على ضرورة وحدة الشعب الإيراني ووقوفه إلى جانب قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده أحبطت الخطط الغربية لتفكيكها وعزلها واستطاعت ضمان التعاون مع الغالبية العظمى من أعضاء المجتمع الدولي وفي مستهل الاجتماع برؤساء الهيئة التمثيلية الإقليمية لوزارة الخارجية الروسية أكد لافروف أن العالم دخل حقبة من التغييرات الجذرية التي لا رجعت فيها وأشار إلى أن الغرب أخفق في تفكيك أوصال روسيا وعزلها وشدد على أهمية ازدياد عدد الدول الراغبة في الانضمام إلى البريكس ومنظمة شانجهاي للتعاون حذر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف من أن تعرض روسيا للخطر سيعني أن مصير العالم لي تقرر في أوكرانيا بل خارج حدودها وفي مقال لصحيفة أزفستيا شدد ميدفيديف على أن روسيا لا تريد عالما ليست موجودة فيه مشيرا إلى أن أعداء روسيا يواصلون أمداد كياف بالأسلحة وهو ما يحبط أي إمكانية لاستئناف المفاوضات قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو لا يمكنها تجاهل القدرات النووية لحلف شمال الأطلسية الذي يسعى بقيادة واشنطن إلى هزيمة روسيا وفي مقابلات مع قناة روسيا الأولى شدد بوتين على أن الغرب يريد تصفية روسيا وهو شريك غير مباشر في جرائم كياف مؤكدا أن بلاده لا تعارض مشاركة دول النيتو في مناقشة معاهدة السارت عندما أعلنت جميع دول النيتو أن هدفها الرئيسي هو الحق هزيمة استراتيجية بروسيا وجعل الشعب الروسي يعاني كيف يمكننا تجاهل قدراتهم النووية في هذه الظروف ولسيما أنهم يرسلون عشرات المليارات من الدولارات وأسلحة لأوكرانيا وهذا يعني مشاركة إلى حد ما فيما يحدث هذه شركة عسكرية تكنولوجية بين النيتو وأوكرانيا ولسيما أن دوله لا تحصل على مقابل لأموالها قال وزير الخارجيات الهونغاري أن التفجيرات التي تعرضت لها خطوط السيل الشمالي لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر قعر بحر البلطيق يجب أن تعدى هجمات إرهابية وأشدد الوزير الهونغاري في مقابلة مع وكالة ريانوفوستيا الروسية على أن بلاده تدعم إجراء تحقيقات واسعة ومفصلة في هذا الحادث تسمح بتحديد هوية جميع المتورطين في الهجمات مضيفا ليس مهما من سيكون الطرف المبادر إلى بدء التحقيقات شهدت العاصمة الفرنسية باريس تظاهرات حاشدة تطالب بوقف فرنسا توريد الأسلحة إلى أوكرانيا وبانسحابها من حلف شمال الأطلسي الألاف حملوا لفتات تدعو إلى إحلال السلام في أوكرانيا ووقف النيتو تأجيج الصراع عبر إرسال الأسلحة إلى كييفا وشددوا على أن النيتو ألة حرب تعملوا خدمة لباشنطن وكان يجب أن تختفي بعض الحرب الباردة مطالبين الحكومة الفرنسية بعد ميلان صياع للإملاءات الأمريكية وفي العاصمة البلجيكية بريكسل دعا ألاف المتظاهرين إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وإيجاد حل سلمي للأزمات الأوكرانية وطالب المتظاهرون بإجراء مفاوضات جدية للتوصول لحل سلمي بين أطراف الأزمة فيما اعتبر رئيس الاتحاد العملي العام البلجيكي أن حل الأزمة في أوكرانيا هو السبيل الوحيد للموضي قدما حدد وزير الخارجية التركي مولود شويش أغلو التاسع من أذار مارس المقبل موعدا لاستناف المفاوضات مع النيتو بهدف انضمام السويد وفنلندا وخلال مؤتمر صحفي مع نظري الهنغري في أنقلا قال شويش أغلو إن الاجتماع سيعقد في بريكسل وسيناقش تنفيذ توقيع مذكرة بين الأطراف المجتمعة وشددا على أن عضوية السويد وفنلندا في حلف النيتو يمكن فصلها لأن موقف تركيا من فنلندا إيجابي الظاهرة مستمرة وتتبعون فيها أيضا مكرون يناقش استراتيجيته الأفريقية ويزور بعد غد أربع دول من جديد أهلا بكم إلى الظاهرة أطلقت الأمم المتحدة حملة لجمع التبرعات لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الذي يحتاج ثلثاه إلى الدعم بعد ثماني سنوات من الحرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية قال أن أكثر من عشرين مليون شخص من إجمالي سكان البلاد البلغ عددهم نحو ثلاثين مليونا بحاجة إلى الدعم وشدد على أن هناك حاجة إلى جمع أربعة مليارات وثلاثمائة مليون دولار وفي كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان في جناف أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش أن ما يقارب مئة مليون شخص أجبروا على النزوح من بلادهم بسبب الصراعات والعنف العام الماضي وأشار إلى أن الفقر المطقع والجوع شهداء زيادة في العالم للمرة الأولى منذ عقود وينضم إلينا من جناف مدير مكتب الميادين موسى عاصي موسى مرحبا ماذا تتضمن أعمال الدورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان والتي فتوطحت اليوم ما المنتظر من هذه الدورة التي ستستمر ستة أسابيع تقريبا وهذه مدة أيضا يمكن التوقف عندها نعم هذه الدورة الثانية والخمسين من أعمال مجلس حقوق الإنسان ربما هي الدورة الأكثر حضورا منذ العام 2019 أو ما قبل بدء وباء كورونا بالانتشار هذه المرة الوحيدة التي يحضر فيها هذا الكم من المسؤولين السياسيين من رؤساء الوزراء وبعض الرؤساء أيضا بالإضافة على الكبير من وزراء الخارجية وهذه هي القمة هذه الدورة تستمر حتى الرابع من نيسان إبريل المقبل وعلى جدوى الأعمال العديد من الملفات ولكن أحمد يبقى الملف الأوكراني هو الذي يسيطر بطبيعة الحالة على كافة النقاشات وكافة المداخلات تصحيح أن أنتونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة تحدث عن الجوة في العالم تحدث عن الأزمة اليمنية تحدث عن نظامات أخرى ولكن كان التركيز أو معظم التركيز في كلمته حول اليمن وحول ما يسمونه في الأمم المتحدة الغزو الروسي والانتهاكات التي تجري في أوكرانيا وضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بما يلزم من أجل وقف هذه الحرب وإصال المساعدات إلى الأوكرانيين إذن هذا جزء من أقوال الأمين العام للأمم المتحدة بينما رأينا هجمات حادة جدا من قبل وزراء خارجية ولسيما وزيرة الخارجية الفرنسية ووزيرة الخارجية الألمانية وأيضا كثير من الوزراء الغربيين الذين تحدثوا في الجلسة الصباحية قبل قليل تحدث وزير الخارجية الإيرانية والكلمة مستمرة حتى الآن يعني معظم الكلمة أو الجزء الذي تمكنت من سماعي حتى الآن ركز على أحوال حقوق الإنسان وعدم تسييز حقوق الإنسان في العالم وضرورة التحديث عن حقوق الإنسان في كل دول العالم حقوق الإنسان في إيران أيضا الذين يعانون من عقابات دولية ومن حصار غربي على إيران ومن عقوبات أحدية مستمرة على إيران وأيضا على دول أخرى مثل سوريا وفنزولا وغيرها موسى بالتوازي أطلقت لأمم المتحدة حملة لجمع التبرعات لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمن يحدثنا أكثر عن هذه الحملة عن طبيعتها ومتى ينتظر أن تكتمل نعم هو مؤتمر سنوي يعقل في هذا الوقت في جنيف كل عام من أجل جمع التبرعات لليمن الوضع الإنساني في اليمن وصل بحسب البيان الذي صدر قبل المؤتمر عن مارتين جريفت الوكيل المساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الأزمة اليمنية مستمرة وهي لا تزال الأكبر في العالم على مستوى تدعياتها على الشعب اليمني ولكن هذا طبعا لا يمكن المقارنة هنا بين هذه المعاناة وما يجري في أماكن أخرى لسيما في أوكرانيا خصوصا إذا أردنا مقارنة بعض الأرقام التي تطلبها الأمم المتحدة إن كان لليمن أو لأوكرانيا على سبيل المثال تطالب الأمم المتحدة اليوم في هذا المؤتمر 4.3 مليار دولار لمساعدة اليمنين 21 مليون يمني لقضاء العام 2023 العام الماضي أيضا طالبت الأمم المتحدة بجميع 4.3 مليارات ولكن ما حصل عليه أو ما حصل عليه اليمنيون 50% فقط أي 2.2 مليار دولار حصلوا عليه في اليمن مجموع المساعدات التي وصلت إلى اليمن منذ العام 2015 وحتى اليوم بلغت 14 مليار دولار بينما في عام واحد وبحسب الأرقام الأممية حصلت أوكرانيا خلال العام الماضي وحتى الخامس عشر من كانون الثاني الماضي حصلت على نحو 18 مليارا ونتحدث هنا عن مساعدات أممية عن مساعدات المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة لا نتحدث عن المساعدات التي وصلت من دول الغربية إن كانت على المستوى السياسي أو العسكري أو الإنساني أيضا شكرا لك على كل هذه التفاصيل موسى عاصم ودير مكتب الميادين في جنابة قال نائب قائد قوات الدعم السريع السوداني عبد الرحيم دقلو إن الاشتباك بين القوات وجيش البلاد مستحيل دقلو في كلمة أمام أفراد من قوات الدعم السريع قال إن هناك حملات إعلامية ممنهجة يقف خلفها من وصفهم بأصحاب أغراض تهدف إلى استفزاز قوات الدعم السريع والتأثير في معنوياتها وشدد على أن القوات مع مبدأ الجيش الواحد وأصلاح المؤسسات العسكرية نحن مع مبدأ الجيش الواحد مع الإصلاح الإصلاح ثم الإصلاح مستحيل أخوانكم في القوات المسلحة يمد فيكم سلاح ومستحيل أنكم تتمد فيكم سلاح قولنا نايد واحدة نبني سوتاننا الحبيب نبني وطننا العزيز ما بفرق ولا جداد يناقش اليوم الرئيس الفرنسي إمانويال ماكرون استراتيجية بلاده في أفريقيا وسيلقي خطابا في الإليزي مكرسا للإستراتيجية الدبلوماسية والعسكرية لفرنسا في القارة السمرة وبحسب الإليزي سيحدد ماكرون رؤيته للشراكة مع الدول الأفريقية والمسار الذي يعتزم اتباعه خلال فترة ولايته الثانية وسيقدم مولوياته وطريقته في تعميق الشراكة بين فرنسا وأوروبا والقارة الأفريقية ومن المقرر أن يزور ماكرون هذا الأسبوع أربع دول في وسط أفريقيا هي الجابون، أنجولا، الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية تعود السفارة الأرجنطينية لتفتح بوابها من جديد في بنجلاديش بعد مرور أكثر من أربعة عقود على إغلاقها منتخب كرة القدم الفائز بكأس العالم كان له الفضل في عودة الحياة الدبلوماسية 45 عاما على غياب التمثيل الدبلوماسي الأرجنطيني في بنجلاديش خرقها صدى كأس العالم الجمهور الآسيوي شكل جسر عبور لتشجيع أبطال العالم من قطر إلى بنجلاديش نظرا إلى وجود جالية كبيرة جدا في الدولة الخليجية فعلها وزير خارجية الأرجنطين سانتياغو كافييرو حين شاء أن يفتح سفارة بلاده في بنجلاديش بعد أكثر من أربعة عقود من الزمن فوصل يوم الأحد إلى العاصمة داكا على رأس وفد من رجال الأعمال على أن يكون يوم الأثنين موعد إزاحة الستار عن مبنى السفارة تقول صحيفة كلارين الأرجنطينية أن الخطوة تأتي نتيجة حماسة الشعب البنجالي لمنتخب الأرجنطين إلا أن افتتاح السفارة سيحمل معه جملة اتفاقيات تعزيز الصادرات الأرجنطينية إلى الدولة الآسيوية يعد صفقة رابحة في عام 2022 سجلت الصادرات الأرجنطينية إلى بنجلاديش أرباحا بقيمة 740 مليون دولار مباراة المكسيك والأرجنطين في كأس العالم جعلت القيمين على الخارجية الأرجنطينية يلتفتون إلى حماسة الجمهور البنجالي علما أن هذا التعاطف مع المنتخب بدأ عام 2021 حين توجت الأرجنطين بكأس أمم أمريكا الجنوبية توجه وزير الخارجية إلى البرازيل للتفاوض مع الدولة البنجالية عبر سفيرتهم في العاصمة برازيليا كما أورد على صفحته في تويتر النظرة التاريخية تشير إلى أن الأرجنطين هي أول دولة في أمريكا الجنوبية اعترفت باستقلال بنجلاديش عام 1971 في حين أن التمثيل الدبلوماسي الأرجنطيني بدأ عام 1974 بعد أربعة أعوام أغلقت أبواب السفارة في حقبة الدكتاتورية الأرجنطينية واليوم تعيد كرة القدم ترميم جسور الدبلوماسية في حين أن الجمهور البنجالية ينتظر زيارة منتخب التانجو كما وعد الاتحاد الأرجنطيني لكرة القدم والآن إلى موجزة الاقتصاد في الظاهرة مع الزميل عبدالله ظاهر عبدالله مرحبا من جديد مرحبا أحمد دواعلا أهلا بكم تسبب إضراب العاملين في مجال خدمات الطيران في أكبر مطرين في غربي ألمانيا بشل الحركة الجوية وأفاد مسؤول في نقابة فيردي للعملين في قطاع الخدمات بأن 90% من العاملين في مطري ولاية شمال راين فيتسباليا شاركوا في الأضراب للمطالبة بزيادة الأجور بنسبة 10% ورفع الحد الأدنى إلى 500 يورو شهريا نزل الألاف من موظفي القطاع التعليم في شوارع مدينة لجبونة البرتغالية للمطالبة بتحسين الرواتب وظروف العمل وتظهر اللقطات ألاف المتظاهرين وهم يسيرون في شوارع العاصمة البرتغالية حاملين لافتات وأعلاما تندد بالتقاعص الحكومي في الحد من الأزمة الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع مستوى التضخم وطلب اتحاد جميع محترفي التعليم بزيادة لا تقل عن 120 يورو شهريا في رواتب المعلمين وافق المجلس البلدي في ساوث وورك على توفير وجبات مدرسية مجانية لمدة عام لتلميذ المدارث الثانوية الذين يعتمد أهلهم على برنامج الاتمان الشامل الذي تقدمه الحكومة ساوث وورك هو أحد الأحياء الأربعة الرئيسة في العاصمة لندن حيث أقرت البلدية حزمة طوارئ بقيمة 155 مليون دولار لتقديم وجبات مدرسية مجانية في المدارس الابتدائية لتخفيف الأعباء المعاشية عن ألاف الأسر محدودة الدخل كشفت السلطات التركية عن حجم المساعدات العينية التي تلقتها من الدول الصديقة لمواجهة تبعات الزلزال وأشرت وزارة الخارجية في تقريدة إلا أن 28 دولة أنشأت 30 مستشفى ميدانيا في المناطق المنكوبة وأفادت بأنها جلبت أكثر من 130 ألف خيمة وأنشأت 1160 وحدة سكنية فضلا عن ألاف وحدات التعقيم المتنقلة ووسائل التدفئة ذكرت صحيفة فيناشل تايمز أن التوظيف تحسن في أغلب الشركات الأمريكية بدءا من سلاسل مطاعم الوجبات السريعة وانتهاءا بمصنعي الأسلحة وأفادت الصحيفة بأن معدل البطال خفض إلى أدنى مستوياته منذ عقود ما دفع مجموعة الشركات المدرجة في مؤشر S&P 500 إلى الإدلاء بتصريحات متفائلة بشأن سوق العمل ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم أن هذه التصريحات مطمئنة للمستثمرين أو مطمئنة للمستثمرين حيال نتائج جهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام للميادين أن سعر صرف الدولار أو في السوق سياسي بامتياز وليس مبنيا على أي معطن اقتصادي ما معقول أنت اليوم دولار ما توخزني أخذ سنتين لو وصل إلى 40 ألف برجع بيطلع 40 ألف بشهرين يعني ما أنه دولار منطقي ما أنه مبني على ولا معيار ولا مؤثر اقتصادي يعني هذا دولار سياسي بامتياز وعم يتفاعل مع الظروف بس ما بقى نقدر نحمل الناس نحن هذا الموضوع يعني لابد أنه تصير فيه قرارات جزرية قرارات لاجمة قرارات مسؤولة أنه نحدد موضوع سقف الدولار ظاهيرا انتهت مشاهدين وإليكم تذكيرا بأبرز عنوينها شكري ينقل إلى الرئيس السوري رسالة تضامن من الرئيس المصري والأسد يؤكد أن تحسين العلاقات بشكل ثنائي هو الأساس لتحسين الوضع العربي الاحتلال يشدد حصاره على مدينة نابلوس والمستوطنون يحولون حوارا إلى ساحة حرب لافروف يؤكد أن روسيا تمكنت من أحباط الخطط الغربية لتفكيكها وعزدها ومدفده يربط مصير العالم بأمن بلاده الأمم المتحدة تطلق حملة لجمع أربعة مليارات وثلاثمائة مليون دولار لمساعدة 17 مليون يمني وكان في أخبار الاقتصاد إضرابات أوروبا تتواصل إلغاء رحلات جوية في ألمانيا ومعلمو البرتغال يحتجون على الأوضاع الاقتصادية الصعبة ويطالبون برفع الهجوم للمزيد من الأخبار والتقارير زوروا موقعنا على الإنترنت الميادين دوتنات باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية شكرا دائما لطيب المتابعة وإلى اللقاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة